بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمدة اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا كان لديك موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، النيستجرام، التليجرام، اليوتيوب إلى أي موقع آخر فهذا الكلام موجه لك وموجه لك رجاءً رجاءً قوموا بهذا الفعل الآن وهي ورقة واحدة ورقة واحدة تقلب مصيركم يوم القيامة ما هو هذا التصرف؟ ماذا عليك أن تفعل؟ رجاءً استمع، رجاءً استمعي ورد في كتاب الأمالي لأقرأ لكم المصدر أمالي الصدوق صفحة واحد وتسعين الحديث الرابع في المجلس العاشر قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم علم ينتفع به الناس المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم وهذا العلم ينتفع منه الناس وتعرفون جيداً بأنه من أفضل العلوم هي علوم أهل البيت عليهم السلام وبعدها تأتي العلوم الأخرى من ناحية منفعة الناس ما هو الأجر؟ ما هو الثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله كانت له تلك الورقة تكون تلك الورقة ستراً فيما بينه وبين النار وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة في الجنة كل حرف مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات هذا آجر ورقة واحدة من العلم أنت تنشر منشوراً في الفيسبوك في التليجرام في النيستجرام كذلك في مواقع التواصل الأخرى تنشر منشوراً واحداً فيه علم سواء كان هذا العلم هو من علوم أهل البيت عليهم السلام أو العلوم الأخرى النافعة للناس خير الناس من نفع الناس فإذا بهذه الورقة الواحدة ماذا؟ تكون لك يعني عبارة عن ستر بينك وبين النار وكذلك كل حرف في هذا المنشور يكتب لك مدينة في الجنة بكل حرف وهذه المدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات فهانيئاً لكل العلماء سواء كان من علماء الدين أو علماء العلوم الأخرى في الجامعات في المجالات المهنية الأخرى في المجالات الحرفية الأخرى إلى غير ذلك ولو كان نجاراً ولو كان مصلح للسيارات وكتب منشوراً فيه فائدة في تصديح السيارات ولو كانت امرأة تخيط الثياب وكتبت منشوراً فيه علم في كيفية خياطة الثوب إلى غير ذلك كل علم ينتفع منه الناس ينتفع منه الناس هذا هو أجره وثوابه فلذلك رجاء الآن قدر الإمكان دائماً وأبداً اكتب ما ينفع الناس ما يجعل الناس تتقدم خطوة للأمام يستفيدون من هذه الكلمات رجاء وخير هذه العلوم علوم محمد وآل محمد اكتب الآن منشور حوله مثلاً فضائل الإمام علي عليه السلام بعض الأحكام الشرعية والفقهية المهمة مسألة فلسفية إلى غير المسائل الأخرى هذا أراجع إليك حب لأخيك ما تحب لنفسك قرأت هذا الحديث وأحببت أن أشاركه معكم برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام